قال مدير هيئة إدارة الحد من مخاطر الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضم هنة للمشهد إن هناك 28 ألف نازح من المناطق الحدودية موزعون على عدة مناطق في مدينة صور بقضاء صور صرفي عنا حوالي 26 ألف وشوائي نازحين عبارة عن 7100 عيلة تقريبا هؤلاء الناس حين موزعين في منهم بخمس مراكز إيواء في حوالي الألف عبارة عن 230 عيلة وباقي العائلات الموزعة بالقرى والبلدات إما في بيوت مستضيفينهم أو أجار أو معدى ملاء لهم مجانا بكل كرة قضاء صور فهذه العائلات الموجودة إن كان بمراكز الإيواء أو بالمنازل نتولى هنا بغرفة العمليات تسجيلهم عبر البلديات أو بالتسجيل المباشر هنا بغرفة العمليات مثل ما تشوفون أهلية الشغل يتسجل ويحفظ حقه إنه نازح وبالتالي نحن نسعى مع المنظمات الدولية ومع بعض الجمعيات المحلية لنأملهم للتجهيزات أو المستلزمات الأساسية اللي بيحتاجوها وأضاف مرتضم هنة في مقابلة مع المشهد أن هناك صعوبات تواجه هيئة الحد من مخاطر الكوارث لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين في ظل عدم أعلان لبنان حالة الطوارئ ومحدودية الموارد المالية في حجة المنظمات الدولية دايما أنه الدولة اللبنانية ما أعلنت حالة الطوارئ وهن بالنسبة لهم ما فيهم يجيبوا باجت جديد أو موازن جديد لا يدفعوا لو يأمنوا مستلزمات فعم يشتغلوا بالميزانيات القديمة اللي عندهم ويغيروا بالطبيعة المشروع لا يقدروا يساعدوا الناس هنا فساعدوا بجزء يعني مش كل المستلزمات اتأمنات بعد خمسة شهر أو ستة شهر على النزوح الحاجات عند الناس كبيرة متطلبات الناس كبيرة كثيرة خصوصاً هذه الناس اللي خسرت شغلة وخسرت أرزاقها وخسرت بيوتها وهي نزحت على منطقة بتعاني من وضع اقتصادي صعب فالعيل المضيفة عم بتعاني والعيل الناس عم بتعاني وفرص العمل شبه معدومة بهذا البلد